ليه رفضت الاحتراف في فرنسا وانت في لبنان انا بالفعل يا مصطفى جالي عرض من وكيل لعبين جاء قعد معي وكيل لعبين فرنساوي اه جاء قعد معي وقال لي انا تحريت عنك وانا شايف نستواك انت مستواك يقول لك تحترف في فرنسا كنت هدف الفرقة في لبنان انا كنت في لبنان ساعتها اه كنت هدف الفرقة كنت هدف الفرقة هدف الدوري برد هدف الدوري هدف الدوري في الكويت وهدف الدوري في لبنان أمال ما بكتش بتجيب الجوار هنا دي عندي ما هنتو بقى حقولك ما انت عارب طي نحن في هنا يعني أنا أترقيت بدل ما بقيت أنا إيه يعني الهداف بقيت الأسست أترقيت لورا إحنا كنا الماء اللي بتوصل للناس المهم عشان نكمل النقطة دي مبدئيا وفقت إن أنا خلاص بدلنا نمشي في الإجراءات وروحنا السفارة أعرضت الأوراق بتاعتي عليهم وتتلع في أي نادي في فرنسا لسه ما كانش لسه الموضوع اكتمل يعني عرض هتروح في فرنسا وقلت له اوكي فروحنا خدنا وروحنا السفارة بالأوراق بتاعتي قالوله فعلا يعني ده خلاص نطلع له البصبور بتاعه الفرنسا وقال لي لو انت تروح تلعب في فرنسا هتبقى فرصة أنك انت هتبقى معه من الجمارج يعني الجنسية اللي انت خدتها أرجعها تاني أترجع وكاد ترجع عادي يعني خدمتك قالولي ترجع تاني قالولي قاللي لو رجعت تاني ولعبت في فرنسا مش هتدفع درايب لأنك انت هتاخد الجلسية بتاعتك تاني وتلعب تاني المهم مشينا في الإجراءات لغاية ما كابتن عادي الهيكل طلبني قال لي أنا عايزك تعمل فروح تعالت معه قال لي عندك استعداد تلعب في النادي الأهلي عارف هي جملة عارف خلتني اتقلبت اه امت طالع من فرنسا امت داخل على قلت له طبعا عندي استعداد قال لي طيب كابتن صالح هيجي هيوعد معك في بيروت فعلا جال كابتن صالح سليم حدتنا معاد ده اللي حدد الكلام ده كله كابتن عادل رحمة الله عليه اه اما هو كان عادل هو كان وصل وقال الانتي مع كابتن صالح جاء كابتن صالح قعد معايا تكلمنا قال لي يعني انت عندك رغبة وقلت له عندي رغبة طبعا من صغره اهلاوه وكده ويريت يعني انا عندي رغبة وكده قلت له بس انا عندي تخوف قال لي ايه هو قلت له معظم اللعيبة اللي انتو جبتوها من اندية تانية بتبطل بصنعة اه يعني مبتلعبش اساسي اه فانا انا اخايف اجي ابقى زيهم يعني قال لك مستوىك ولي لعبك فقال لي شوف نادي الاهلي اسمه كبير والفانيلا بتاعتهم تقيلة تقيلة مش اي حد يستحملها نعم قال لي فيه ناس جيت لبس الفانيلا طلعت واسعة يا سلام على التعبير فلقدوش ان هما يصمدوا امام الاضواء والشهرة والحاجات دي كلها فاخدوا سكة تانية اه عشان كده ماكملوش قال لي ان عايز اعرف انت اهنوا فيهم اختار انت من اليمين ولا من الشمال اختار اه لو انت من الشمال يبقى احنا مش عايزينك من دلوقتي ده وش كده اه لو انت من الشمال دول يبقى احنا مش عايزينك اه ودتلونا جاي يا كابتس حلق خدت خرارك ودتلونا جاي وحلعب وحطول في النادي الاهلي قال لي اتفاقن خلاص ما فيش يعني عندنا اي حاجات يعني غير حاجات يعني بسيطة كده هنتفع عليها واقول واقول لك سر اه وانا عاوز اعرف خدت كام اقول لك عاوز احنا دلوقتي احنا دلوقتي عد اه خلاص بقى عد اه ما سمح لنا ان احنا تعالف النادي احنا ويطلعش اصرارك طبعا بس احنا دلوقتي فات المعاد القانوني اللي ممكن نطلع بعض المستندات لا وانا ما انفعش نرجع نلعب تاني فقلت له كابتن صالح انا عندي مشكلة اه او مشكلتين مشكلة الاولى ان انا يعني انا محترف ومساعد اسرتك تعرف التهجير وحصل في برسعيد وكده فالوالد طلع معاش فانا بتحمي المسؤولية نعم وانا اعرف انه يعني اللعبا ما فيش احتراف في مصر وكده وانه اللي بيقضوا بودلات وكلام يعني ايه ما يأكلش عيش اه فانا ما اقدرش ان انا يعني ايجي والمسؤولية اللي علي والمسؤولية الجديدة اه فقال لي طيب انا هتفق معك اتفاق غير مكتوب اه بالكلام وانا لما اقول كلما يا محسن لما اقول كلما يبقى دي عقد اه طبعا وطوله تحت امرها كده قال لي انا هعمل لك مبلغ شهري تستلموا اول كل شهر ما لكش دعو بالفرق اه من المبلغ دا يغير مكافئتك مع الفرق او بتاعو الكلام اه ما لكش دعو بالفرق انت لك مبلغ تروح تاخدر تصرفي على اهلك اتصرفي على نفسك لا يرحمك كابتن صالح فقلت له موافقة قال لي وحديلك بدل سكن وحنساعدك في المشكلة التانية اللي عندك اللي هي عايز تحول من جامعة بيروت لكلية التربية رضي لا انت دخلت التجارة الاول كنت بتجارة ببيروت كنت بتجارة فقلت له انا عايز احول تربية رضي قال لي ليه قلت له دا الكرير دا مستقبلي مش عافتفرر كويس الكورة قلت له انا مستقبلا حبقى مدرب فقعد يضحك يعني مش متخيل لانا بتكلم جد يعني انت مرتب نفسك انا كنت انا من يعني عندي ميزة ان انا بخطط لنفسك عندك فيجيل قدام كده انت عارف انت عايز ايه عندي خطوات انا امتى هلعب انا امتى هعتزل انا امتى هتجوز انا امتى كذا انا امتى هسافر فالامور دي بحطها طبعا كل شيء بامر ربنا سبحانه وتعالى لكن لابد ان الانسان يكون مخطط لنفسه خطوات معينة